اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقلنا لابد نحقق هامش الربح بيكون منخفض جدا بالنسبة للسلع المنسرة وقلنا سلع التصوك وسلع التسويب بيكون هامش الربح مرتفع او كبير بعد كده اخدنا الاهداف التنفسية وقلنا الاهداف التنفسية اني لابد انا ابدأ يكون عندي عملية تغلغل وتوسع في الاسواق بعدها اخدنا هدف المرونة وقلنا معنا كلمة هدف المرونة اللي هي مقدرة المنشأة على الاستجابة السريعة للتغيرات في البيئة التسويقية انتقلنا بعد كده وقلنا يعني ايه كلمة منولة ويعني ايه النقل قلنا المنولة لو نذكر بعض بيها هي اختيار معدات منولة مناسبة لنقل الاصناف اللي انا باختار معدات منولة لنقل الاصناف داخل المنظمة وجينا وتكلمنا وقلنا ايه هي وسائل المنولة لو تفتكروا مع بعض قلنا وسائل المنولة تلات وسائل فعلا المحاولات الاوناش والروافع وعربيات النقل بعدها قلنا يعني النقل ده اللي انا بنقل المواد بتاعتي من مكان انتجها الى مكان استخدامها بانماط نقل او وسائل نقل مختلفة لو تفتكروا كده انماط النقل ووسائل النقل اللي احنا قلنا عليها كانت خمس انماط او خمس وسائل بنقل بها السلعة قلنا مع بعض فيه اربع نقل النقل الباعي النقل المائي النقل الجوي النقل بالانبيب بالاضافة الى السكة الحديد ولو تفتكروا الجزء اللي احنا قلنا فيه قلنا فيه نقل مائي ونقل جوي قلنا النقل المائي ده بيكون ارخص ولكنه بطيء يعني مكان السلة بتاعتي هنترى النقل المائي دي بتكون ارخص لكن بتكون عملية بطيئة اما النقل الجوي قلنا عليه بيكون اسرع لكن تكلفته عالية بعدها اتكلمنا في جزء تاني وهو جزء التخزين وقلنا لو نفتكر مع بعض ان التخزين ده مهم ولا مش مهم قلنا التخزين اي سلعة مهم طب موقع المخازن وترتبها من الداخل بيؤثر على كفاءة التخزين ولا يؤثر لا اتفاقنا مع بعض ان يؤثر موقع المخازن وترتبهم الداخل على كفاءة عملية التخزين طب المخازن صنفناها لكم نوع قلنا المخازن صنفناها لتلات انواع واحد مخازن توزيع اتنين مخازن انتاج تلاتة مخازن اوتوماتيكية ولو تفتكروا كلا مع بعض ما قلنا مصطلح علمي هي استخدام الكمبيوتر في انشاء نوع من المخازن قلنا دي بتكون المخازن الاوتوماتيكية ده الجزء الاولان اللي احنا اتكلمنا فيه واستعرضنا فيه مع بعض في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن التوزيع المادي وصلنا في النهاية لغاية التخزين النهاردة ان شاء الله مع بعض عنكمل جزء التخزين بالمخازن العمومية لو بصنا كلا مع بعض عنشوف اول حاجة احنا اتفعنا قلنا التخزين انا بدي كل سلة عند لها مخزن بتخزن فيه طب هل ينفع يا جماعة اي موقع اخده خزن فيه خلاص نشوف مع بعض قلنا ما ينفعش ففي عوامل نشوف السؤال العوامل المؤسرة في تحديد موقع المخزن في عوامل عندي بتأثر في تحديد موقع المخزن قلنا في عندنا تلات عوامل بتأثر في تحديد موقع المخزن العامل الاول هو تكلفة المنولة الداخلية العامل التاني تكلفة تسليم السلع للعملاء العامل التالت هو تحديد الموقع المناسب للمخازن بمعنى ايه مصر الكلام ده بمعنى اننا دلوقتي لما باجأ خزن فيه عوامل بتأثر في الموقع بتاعي والعوامل اللي بتأثر عندي قلنا تلات عوامل اول عامل هو تكلفة او تحديد تكلفة المنولة التكلفة اللي انا عامل بها عملية المنولة دي هتكلفنا قد ايه مهمة عندي اتنين تكلفة تسليم السلع ما يقول لها بتحسب على تمان السلع تلاتة اللي انا بحدد الموقع المناسب بالنسبة ليا اللي انا من خلاله ابدأ اخزن فيه الموقع دازم يكون قريب من مستلزمات الانتاج قريب من الاسواق فبالتالي ببدأ احدد الموقع المناسب اللي بيكون موجود معايا بعد كده هنخش او نشوف مع بعض سؤال تاني حد يقول لي انا ليه بخزن والتخزين ليه وعشان ايه وايه السبب اللي انا بخزن السلعة اكيد فيه ظروف معينة بتخلينا خزن السلعة فالسؤال بتاعنا بيقول لنا ما هي الظروف الهمة التي تحرك الراربة في التخزين ليه بخزن لو بصينا كلا مع بعض الظروف الهمة التي تحرك الراربة في التخزين اول حاجة الانتاج الموسمي لسلع تستهلك باستمرار يعني ايه الكلام ده يعني ايه دلوقتي بخزن ليه السبب لا بخزن بيه قلت بسبب نمرة واحد الانتاج الموسمي لسلع باستخدمها باستمرار ازاي انا دلوقتي على سبيل المثال لو قلنا الامح ده بنستخدمه طوال السنة لموسم زراعة معينة فباجي في موسم زراعة الامح ده باخد الكمية اللي زرعناها بنخزنها بحيث ان ماجه استخدمها باقية السنة يبقى موجودة عندي يبقى دي سلع معينة ونقيس على كده سلع كتير السلع دي لها موسم معين في الزراعة بالتالي في الموسم بتاعها بابدأ انا اخزنها عشان ان ماجه احتاجها لقيها موجودة عندي يبقى ده اول حاجة الحاجة التانية مواجهة المقتضيات الطبيعية للتجارة والصناعة مواجهة المقتضيات الطبيعية للتجارة والصناعة بمعنى ان في بعض السلع عندي السلع دي بكون انا محتاجها بيتغير شكلها محتاجها في التجارة والصناعة تناتا التأثير في طبيعة السلعة ان السلعة لو ما تخزنتش ممكن تتأثر السلعة دي او التأثير في طبيعة السلعة بمعنى تاني ان في بعض السلعة بيخزنها زي الموس ده الموس بنجيبه بيكون اخضر بيبدأ يتخزن في التلاجات بيتغير شكله وبيكون صالح للاستعمال فيبقى انا كده اثرت في طبيعة السلعة تالت حاجة المضاربة ومعنى المضاربة اللي هو ارتفاع الاسعار انا دلوقتي راجل عندي سلع السلع دي متوقع ان بعد اسبوع بعد شهر بعد اثنين سعرها يزيد فبالتالي بيخزن السلع اللي عندي لعملية المضاربة وهو ارتفاع الاسعار يبقى لو بصيلها تاني الظروف الهمة التي تحر الرغبة في التخزين قلنا فيه اربع زروف واحد الانتاج الموسمي اللي انا السلع بستهلكها بالسمرار اثنين مواجهة المختضيات الطبيعية للتجارة والصناعة تلاتة التأثير في طبيعة السلعة وبعد كده المضاربة يبقى دي لو ليه بخزن وعشان ايه بخزن وليه اي منشأة او اي شركة بتبدأ تخزن المنتج بتاعها بعد كده هنخش على نقطة تانية وسؤال تاني ما هي خدمات المخازن العمومية للعملاء عندنا فيه مخازن اسمها مخازن عمومية ايه خدمتها قبل ما نشوف يا جماعة ايه خدمات المخازن العمومية العملاء نتكلم يعني ايه مخازن عمومية قلنا مع بعض المخازن العمومية بكل بساطة قالنا دلوقتي الشركة الشركة دي بتنتج منتج بكميات وفير قوي طب المنتج اللي بنتجه ده ايه اللي بيحصل فيه المنتج ده عايز اخزنه طب ايه المنتج ده عايز اخزنه عشان اخزن المنتج ده لازم عندي لازم عندي المنتج ده عشان اخزنه بيبدأ المنتج ده جماعة عشان اخزنه لازم عندي احتاج لي مخازن فانا المنشأة دي بدال لما تبدأ تأجر مخازن وتبدفع فلوس للمخازن وتبدأ تحسب تكلفة عليها فبتقولك هنعمل ايه أنا السلعة دي أحطها في مخازن عمومية أو أخزنها في مخازن عمومية طب المخازن العمومية دي إيه الخدمات اللي بتقدمها لبعض الشركات دي قلنا المخازن العمومية لها خدمات لو بصنا مع بعض خدمات المخازن العمومية هنشوفها دلوقتي أول خدمة من خدمات المخازن العمومية بتقوم بعملية استلام البضائع للعملاء وعملية تفريغ البضائع يبقى أول خدمة للمخازن العمومي بيستلم البضايع بعد ما يستلم البضايع على طول تلقائي انا استلمت حاجة لازم بعدها سلمها يبقى اتنين تسليم البضايع المخزنة او المخزونة عنده يبقى كده الخدمات العمومية او المخزن العمومية قدمت بعض خدمات واحد استلام البضايع اتنين تسليم البضايع تالت خدمة من خدمات المخزن العمومية هي لف وحزم البضايع يبقى كده خدمة قدمتها هي للشركات وخدمة قدمتها للمصانع اللي هي استلمت البضائع متاعتهم سلمتها عملية لف وحزم اصدار فواتير عن البضائع بعد كده تأجير مكاتب معينة لعملاء البيع يبقى خدمات المخازن العمومية لو استعرضناها مع بعض علاء الخدمات دي بتقدم خدمة لعملاءها اه طبعا بتقدم خدمة لعملاءها واول خدمة اللي هي استلمت البضائع اتنين سلمت البضائع تلاتة عملت عملية لف وحزم للبضائع بعدها اصدرت فواتير عن البضائع بعدها تأجير مكاتب معينة للعملاء البيع يبقى كده المخازن العمومية اصبحت مفيدة لبعض الشركات واصبحت مفيدة ليا انا كصاحب شركة بدلا ما انا كشخص اروح ابدأ الشرك موقع واعمله مخزن اخزن فيه السلعة بتاعتي او ابدأ اكلف الشركة بتاعت تكلفة عالية فانا بستغل المخازن العمومية اللي انا ببدأ اخزن فيها السلعة بتاعتي وبالتالي المخازن دي بتبدأ تقدم خدمات ليا اللي قلناها ببساطة قوي اللي هي تستلم البضاعة بتسلم البضاعة بتقوم بعملية لف وحزم البضاعة بتزر فواتير عن البضاعة بتقوم بعملية تأجير مكاتب معينة للعملاء يبقى احنا كنا لو استعدنا مع بعض وقولنا ايه هي خدمات المخازن العمومية ودي من الاسئلة المهمة اللي بتبقى موجودة في الامتحان يقول لنا ما هي خدمات المخازن العمومية نشوف مع بعض سؤال تاني ما هي اسباب استخدام المخازن العمومية طيب احنا قلنا مع بعض دلوقتي المخازن العمومية قدمت لخدمات اللي احنا قلناها استلام وتسليم واصدار فواتير طيب ايه السبب ايه السبب اللي انا كشخص باستخدم مخزن عمومي اول سبب من اسباب استخدام المخازن العمومية وهي واحد عدم توافر المساحة الكافية للتخزين اللي انا كشخص صاحب منشأة او صاحب مصنع ما عنديش مكان كافي اخزن فيه المساحة بتاعت مش هتكافي المنتجات اللي انا بنتجها او المساحة بتاعت مش تكافي المنتجات اللي انا بوزعها فبالتالي محتاج مكان اخزن فيه فبلجأ للمخازن العمومية يبقى واحد عدم توافر المساحة الكافية للتخزين اتنين توزيع المخزون من البضاعة على عدة اماكن اتنين تاني توزيع المخزون من البضاعة على عدة اماكن اللي انا دلوقتي مش مرتبط بمنطقة معينة او بمكان معين فبالتالي انا عايز اوزع في كذا مكان فعايز يبقى لي مخزن هنا ومخزن هنا ومخزن هنا ومخزن هنا فبالتالي بالجأ للمخزن العمية اخزن فيها البضاعة بتاعتي عشان ابدأ اوزع على عدة اماكن وانتشر في عملية التوزيع ثلاثة التمتع بمزايا النقل باجر الحمولة ثلاثة التمتع بمزايا النقل باجر الحمولة ومعنى التمتع بمزايا النقل باجر الحمولة انا بدل ما طلع منتج منتج لا انا بنقل العربية بتاعتي او اي وسيلة ناقل بنقل بها بنقل بكمية كبيرة فبالتالي لما بنقل بالكمية الكبيرة دي تكلفة بتاعتي بتقل وتكلفة النقل بتقل وبالتالي ده يعود على المنتج اللي أنا بوزعه بعد كده توزيع البضاعة على رقعة أو مساحة أوسع اللي أنا من أسباب استخدام المخازن العمومية اللي أنا بوزع البضاعة بتاعتي على مساحة أوسع أو على رقعة أوسع بعد كده خمسة الحصول على إيصال التخزين لاستخدامه كضمان يعني ايه الحصول على اصال التخزين كاستخدامه كضمان ايه علاقة اصال التخزين واستخدمه كضمان انا دلوقتي كشخص معايا منتجات والمنتجات دي لو تكن بمبلغ مليون جنين ومخزنها في مخازن عمومية باخد منهم اصال بالمبلغ ده بحيث لو انا عايز اتعامل مع اي بنك او اتعامل في اي قروضة اخدها بقدم اصال التخزين ده اللي انا عندي بضاعة موجودة في المخازن في المكان الفلاني باستخدمها كضمان يبقى استخدام او استخراج اصال كضمان يبقى المخازن العمومية كده جماعة لو بصنا فيها مع بعض انالاقي لها اسباب ومن اسباب المخازن العمومية قلنا مع بعض واحد عدم توفير المساحة الكافية للتخزين اتنين توزيع المخزون من البضاعة على عدة اماكن ثلاثة التمتع بمزايا النقل باجر الحمولة اربعة توزيع البضاعة على رقع او مساحة اوسع خمسة الحصول على اصال التخزين لاستخدامه كضمان بالتالي ده اسباب المخازن العمومية اللي انا باستخدمها يبقى احنا كده اتكلمنا على المخازن العمومية في حاجتين ايه الخدمات اللي بتقدمها المخازن العمومية وايه اسباب استخدام المخازن العمومية ننتقل ننقل على نقطة تانية طبعا لا دلوقتي بخزن والمخازن بتاعتي عمالي اجيب بضاعة واخزن اجيب بضاعة واخزن اجيب بضاعة واخزن وما فيش حد عندي برائب او بيتابع المخزون اللي عندي ده حالته ايه وماشي الدنيا كده هل في نتائج لعدم رابط المخزون يعني بمعنى تاني لو انا المنتج ده عمال اخزنه في المخزن ومنتج تاني واخزن واسحب واخزن واسحب واخزن واسحب نتيجة عدم رابط المخزون ده بيحصل ايه قلت اه نقف هنا وقفة بقى ان نتيجة عدم رابط المخزون ده بيحصل حاجتين اما بيكون فيه المخزون ده فجأة الا ايه زاد او المخزون ده فجأة الاي نقص طب ان ايه المشكلة يعني من المخزون يزيد او المخزون ينقص لا فيه مشكلة عندي لو المخزون زاد فيه مشكلة ولو المخزون قال لي فيه مشكلة فانشوفها مع بعض دلوقتي لما يجي السؤال ده في الامتحاء نقول لنا ما هي نتائج عدم مراقبة المخزون اقول له نتائج عدم رابط المخزون حكتين اول حاجة من نتائج عدم رابط المخزون ان بتحصل اخطار نتيجة زيادة المخزون فيه اخطار بتحصل لي نتيجة زيادة المخزون وفي نفس الوقت فيه اخطار بتحصل نتيجة نقص المخزون يبقى السؤال لو جالي وقال لي ما هي الاخطار التي تعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون هتكلم على الاخطار نتيجة الزيادة بس طب لو قال لي ما هي الاخطار التي تعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون أتكلم عن نقص بس طب لو قلنا ما هي نتائج عدم رابط المخزون عن أولا الاتنين ونشوفهم مع بعض دلوقتي إيه الأخطار بتعرض لها المنشأة نتيجة الزيادة ونتيجة النقص لو بصينا كله على السؤال بيقولي إيه نتائج عدم مراقبة المخزون نتائج عدم مراقبة المخزون بقوله أولا أخطار تتعرض لها المنشأة نتيجة لزيادة المخزون يبقى فيها اخطار عندي بتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون طب ايه المشكلة ما يسترعني لو المخزون زاد اول حاجة لو المخزون زاد واحد رأس مال عاطل اتنين ارتفاع تكاليف منولة الاصناف تلاتة احتمال انخفاض الاسعار والخسائر اربع ظهور المنشأة بمظهر الاسراف امام العاملين طب ممكن تفهمنا ده كلا واحدة واحدة نقولهم مع بعض لو المخزون زاد عندي بتعرض لاخطار اول خطر بتعرض له اللي هي رأس مال عاطل يعني ايه رأس مال عاطل يعني اتنين وقت انا مشغل مليون جنيه فالمليون جنيه جبت بيهم بضاعة البضاعة دي حطتها في المخزن بالتالي مفيش بيع ولا شير مخزنها وسايبها في المخزن يبقى كده اصبح الفلوس دي بتاعتي فلوس عاطلة ما بتشتغلش بالعكس لو شغلتها في حاجة تانية او شغلت ده وقت الفلوس دي ممكن تجيبلي ربح علي يبقى كده فلوس متشالة او بضاعة متشالة خزن على امل ارتفاع الاسعار جي حصل اي ضرب والسوق ويع الاسعار انخفضت الاسعار ما تنخفض البضاعة اللي عندي يحصل لها ايه كده حققت اخسارها كده مفيش عندي الربح اللي أنا كنت محققه يبقى احتمال انخفاض الاسعار والخسائر بعد كده ظهور مظهر المنشأة او مظهر المنشأة امام العاملين بمظهر الاسراف ان المنشأة امام العاملين ما بيظهرش منشأة اللي هي عندها ادارة وعية وتخطيط سليم يبقى دي الاخطار التي تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون لو رأس المال بتاعي عاطل احتمال انخفاض الاسعار والخسائر ارتفاع تكلفة المنولة ظهور مظهر المنشأة بمظهر الاسراف امام العاملين طب دي لو زاد وعرفناها طب لو العكس بقى المخزون لو قال نشوف مع بعض المخزون لو قال ثانيا الاخطار التي تعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون لو المخزون بتاعي قال اول حاجة عدم القدرة على رضا العملاء بمعنى ان المنتج بتاعي اللي موجود في المخازن مش مكاف احتياجات عميلي فالعميل عاييج عايز منتجه من عندي وانا ما عنديش البضاعة الكافية فبالتالي مش اقدر ارض العميل اتنين احتمال دفع اتمان عالية عند الشراء انا عايز ارض العميل بتاعي فانا بالتالي اروح اشتري المنتج ده فما اشتري المنتج ده اشتريه بتكلفة عالية او بسعر اعلى فبادفع اتمان عالية عند الشراء ثلاثة زيادة تكاليف النقل اللي انا كل شوية عمال اجيب المنتج كمية بسيطة ادفع تكلفة نقل كمية تانية ادفع تكلفة نقل كمية تالت ادفع تكلفة نقل عكسا اما انا بين الكميات كبيرة بتمتع بميزة الاجر بالحمولة اللي انا تكلفة بتقل بعد كده زيادة تكاليف وعب الاعمال الحسابية اللي انا التكلفة بتاعتي بتزيد والاعمال الحسابية بتاعتي بتزيد فده كله بيبقى عبق عليا يبقى كده الاخطار اللي اتعرض لها المنشأة نتيجة نقص المخزون واحد عدم رضاء او عدم ارضاء العملاء المنتج مش موجود عندي بالتالي مش رأي ده رأي ده العميل بتاعي ان هو عايز المنتج اتنين احتمال دفع اتمان عالية عند الشراء المنتج مش موجود اعترد ان انا جيبي المنتج بسعر بتاعه بتاع السوء مش مخازن في المخازن يبقى انا ممكن ادفع تمن عالي بعد كده زيادة تكاليف النقل ان التكلفة بتاعتي بتزيد وزيادة عبق الاعمال الحسابية يبقى السؤال ده من الاسئلة المهمة قوي اللي لو جيه وقال لي ما هي نتائج عدم مراقبة المخزون لو قال لي مراقبة المخزون نتائج بتاعيتها ايه اللي انا ما تابعتش للمخازن بتاعتي مفيش مراقبة عليها اقول له في حاجتين اولا هناك اخطار تتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون واقول له ايه هما الاربع اخطار بتاعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون اللي هو رأس مال عاطل بالاضافة الى رأس المال العاطل حاجة تانية بنبدأ نقولها مع بعض ارتفاع تكاليف المنولة احتمال دفع اتمان عالية عند الشراء ظهور مظهر المنشأة امام العاملين بمظهر الاسراف يبقى دي الاخطار اللي بتعرض لها المنشأة نتيجة زيادة المخزون طب لو قلنا نتيجة نقص المخزون اللي بيتم قلت لو نتيجة نقص المخزون رأس مال عاطل دي نتيجة اولو نتيجة الزيادة نتيجة نقص المخزون اول حاجة من نتائج نقص المخزون عدم رضا العميل احتمال دفع اتمان عالية عند الشراء تلاتة ارتفاع تكلفة النقل اربعة ارتفاع تكاليف الاعمال وعب الاعمال الحسابية نخلي بالنا لو جيوا قال لي حاجة واحدة بس الاخطار اللي بتعرض لها المنشأة نتيجة الزيادة اتكلم على الزيادة بس قال لي نتيجة النقص بتكلم على النقص بس بعد كده نتنقل لي سؤال تالت وهي ابعاد الرقابة المخزنية ابعاد الرقابة المخزنية عندنا تلات ابعاد براب على ايه وعلى ايه وعلى ايه اولا الرقابة على مستويات المخزون الرقابة على مستويات المخزون والرقابة على مستويات المخزون بتشمل ثلاث حاجات اول حاجة الحد الادنى للمخزون اتنين نقطة اعادة الطلب تلاتة الحد الأقصى للمخزون يبقى الأبعاد الرقابة المخزنية نخلي بالنا من السؤال أبعاد الرقابة المخزنية أول بعد الرقابة على مستويات المخزون والرقابة على مستويات المخزون قلنا تشمل ثلاث حاجات الحد الأدنى للمخزون نقطة إعادة الطلب والحد الأقصى يبقى عنده حدين حد أدنى المخزون وحد أقصى للمخزون ونقطة إعادة الطلب وممكن ده بتيجي في الامتحان يقول لي من الرقابة على مستويات المخزون اختار ما بين الأقواص الحد الأدنى للمخزون ولا التأمين ولا الضرائب أقول له الحد الأدنى للمخزون ده أول بعد من أبعاد الرقابة المخزنية تاني بعد الرقابة على تكلفة المخزون تاني بعد عندي الرقابة على تكلفة المخزون طب يا جماعة رقابة على تكلفة المخزون عايش مليء او يتضمن ايه بيتضمن ست نقاط اول حاجة النقل اتنين الضرايب تلاتة الاستهلاك اربعة التأمين خمسة تكلفة المنولة ستة التسهيلات المخزنية يبقى الرقابة على تكلفة المخزون بيتضمن ست نقاط اول نقاط عندنا النقل اتنين الضرايب الاستهلاك التأمين تكلفة المنولة التسهيلات المخزنية وممكن النقاط دي يجي يقول لي ايه من الرقابة على تكلفة المخزون اختار ما بين الاقواس من الرقابة على تكلفة المخزون التأمين شرطة يقول لي الحد الادنى للمخزون ولا الحد الاقصى للمخزون اقول له اه التأمين يبقى لازم احفظها الابعاد بتاعتها بالتفصيل وكل بعد بيضمن ايه ده البعد التاني البعد التالت وهو طرق صرف المخزون للوسطاء ودي جات سؤال قال لهم ما هي طرق تسعير البضاعة يبقى السؤال بسرطين ممكن يقول لي ما هي طرق صرف المخزون للوسطاء او تسعير البضاعة ممكن يقول لك ما هي او يقول لنا ما هي طرق تسعير البضاعة اه طرق صرف المخزون الوسطاء ان انا لو عندي منتج معين والمنتج ده موجود في المخزن ببدأ اصرفه ازاي في عندي طرق لصرف المنتج او صرف المنتج من المخزون واحد طريقة الوارد اولا صادر اولا ايه معنى الوارد اولا صادر اولا يعني دلوقتي في المخزن عندي المنتج ده بدخلته اول حاجة لما دخلت المنتج ده اول حاجة بدخل المنتج اللي بعده رقم اثنين المنتج رقم ثلاثة لما حب أصرف أطلع المنتج الأول أصرفه بس ما طريقة الوارد أولا صادر أولا اثنين طريقة الوارد أخيرا صادر أولا ودي عكس الطريقة الأولية اللي أنا المنتج رقم ثلاثة أطلعه قبل المنتج رقم واحد اللي هو آخر حاجة دخلتها عندي في المخزن قبل أطلعها في الأول ثلاثة طريقة المتوسط المرجح يبقى أنا طرق صرف المخزون للوسطاء ودي الطريقة الثالثة من الأبعاد طريقة الوارد أولا صادر أولا طريقة الوارد أخيرا صادر أولا طريقة المتوسط المرجح يبقى احنا السؤال بتاعنا لو قلنا ما هي أبعاد العرقابة المخزنية أقول له ثلاثة أبعاد برائب على مستويات المخزون الحاجة التانية برائب على تكلفة المخزون يبقى ريبت على حاجتين مستويات المخزون وتكلفة المخزون طب مستويات المخزون تشمل كم حاجة؟ قلت شمل التلات عناصر واحد الحد الأدنى للمخزون اتنين الحد الأقصى للمخزون ثلاثة نقطة إعادة الطلب طب البعد التاني اللي أنا برائب على تكلفة المخزون ودي شملت كم حاجة؟ قلنا شملت ست نقطة اللي هي أول حاجة النقل اتنين الدرايب تلاتة الاستهلاك أربعة التأمين خمسة تكلفة المنولة ستة التسلات المخزونية النقطة التالتة طرق صرف المخزون أول السؤال يقول لي ما هي طرق تسعير البضاعة؟ أقول له أول واحدة تلات طرق عندي طريقة الوارد أولا صادر أولا طريقة التانية طريقة الوارد أخيرا صادر أولا الطريقة التالتة طريقة المتوسط المرجح يبقى احنا كده لو تكلمنا مع بعض وفكرنا نفسنا باللي احنا قلناه كده بكل بساطة قبل ما انتهينا عن نقطة تانية قلت يا جماعة لما باجأ خزن في عندي بعض العوامل اللي بتحدد لي أو اللي بتأثر في تحديد موقع المخزن ايه العوامل المؤثرة في تحديد موقع المخزن؟ قلت فيه تكلفتين تكلفة المنولة وتكلفة تسليم السلع للعملاء وبحدد موقع المخزن بس سؤال تاني لما اقول لي ما هي العوامل المؤثرة في تحديد موقع المخزن؟ اقول له تلات عوامل واحد تكلفة المنولة تكلفة تسليم السلع بالاضافة الى تحديد الموقع المناسب اللي انا مش اي موقع ابدأ اخده واخزن فيه ممكن يكون انا المكان بتاعي سي في وس البلد او انا راح ااخد مخزن في محافظة تانية عشان انا نقل السلعة من مكان لمكان بتكلفني تكلفة عالية والموقع بتاع مش مناسب بعيدة عن الاخامات بتاعتي فبالتالي هتعملني مشكلة يقول لازم فيها عوامل بتأثر فيها لما يجي اختار الموقع بعد كده اخدنا نقطة تانية وقلت ليه بخزن؟ ايه سبب التخزين؟ وعشان ايه بخزن؟ فانتقلنا النقطة بسيطة وقلنا ما هي الظروف الهامة التي تحرك الرغبة في التخزين؟ انا بخزن ليه؟ قلت اول حاجة بخزن عشان فيه انتاج موسمي بستهلك السلعة بتاعته بالسمرار بمعنى اللي انا سلعة معينة لها موسم معين بنتجها فيه بس بقية السنة بستعملها زي ما دينا مثال الامح اللي انا بنتجه في وقت معين زي القطن بنتجه في موسم معين وبالتالي بستخدمه طول السنة فالانتاج بتاعلي بيطلع بدخله المخازن الحاجة التانية مواجهة المقتضيات الطبيعية للتجارة والصناعة الحاجة التالتة التأثر في طبيعة السلعة اللي انا فيه سلعة عندي نتيجة تخزينها بتأثر في طبيعتها ودينا مثال زي الموز عبارة عن اخضر بتقطع اخضر بنخزنه في بعض التلاجات بتغير طبيعته بعد كده المضاربة ومعنى بكلمة المضاربة اللي انا بخش المنتج ده بخزنه على امل اللي انا ساعه يعلى فبالتالي بحقق ربح اعلى من المتوقع حدوثه دلوقتي بعد كده اه قلنا فيه عندنا مخازن عمومية والمخازن العمومية دي فيه حاجتين او المخازن العمومية بصفة عامة فيه سؤالين عندي بيجو فيها اما يقول لي ما هي خدمات المخازن العمومية او ما هي اسباب استخدام المخازن العمومية يعني انا كشخص كده ليه باستخدم المخازن العمومي وايه الخدمات اللي المخزن ده ممكن يقدمها لي وقلت المخزن العمومي ان انا كصاحب منشاء او كصاحب شركة السلعة بتاعتي بدلا اما انا ابدأ اكلف نفسي تكلفة زيادة وابدأ الشر مخزن وادفع تكلفة للمخزن ده فانا بستخدم المخزن العمومية في تخزين السلعة بتاعتي فقلنا ايه هي خدمات المخزن العمومية المخزن العمومية بتقدم لك خدمات انا كصاحب شركة واحد بتستلم البضاعة يبقى استلام البضاعة من العملاء هتستلم البضاعة اكيد النقيد ليها هتسلم البضاعة يبقى استلامه وتسليم تلاتة بتعمل لها عملية لفة وحزم للبضاعة استلمت البضاعة بتبدأ تلفاها لعملية لفة وحزم بعد كده بتزر فواتير عن البضاعة اخر حاجة قلناها اللي انا بأجر مكاتب معينة لعملاء البيع يبقى دي النقط اللي هي خدمات المخازن العمومية طب لو قلنا مع بعض كده ليه باستخدم المخزن العمومي ايه السبب اللي يخليني انا كشخص استخدم المخزن العمومي اول حاجة ما عنديش مساحة المساحة بتاعتي مش هتكفي كمية التخزين وانا مش عايز اجر مخازن تانية او اشرر مخازن تانية فبالتالي بلجأ للمخزن العمومي يبقى عدم توفر المساحة الكافية اتنين توزيع المخزون على عدة اماكن انا مخزني في مكان معين وانا اهد اوزع في محافظة واثنين وثلاثة وفي مكان واثنين وثلاثة يبقى بالتالي استعين بالمخازن العمومية عشان اقدر اوزع على عدة اماكن بعد كده اتمتع بمزايا النقل بالاجر الحمولة اللي انا اتمتع بمس الاجر يعني البلد كده الاجر بيكون منخفض بتاعي وبستخدم ايصال التخزين كضمان ايصال التخزين اللي انا اواخده منهم ده اكيد لما بخازن السلعة في مخزن العمومي وبيدوني اصال فالاصال معايا ده اصال التخزين باستخدمه كضمان كضمان في ايه لو انا عايز اخد كارد من البنك فالبنك بيقول لي ايه ده مناطق بقول له الله انا عندي بضاعة طب ايه فين البضاعة دي بقول له اصال التخزين يثبت ان انا عندي البضاعة بالمبلغ ده يبقى استخدمت الايصال ده كضمان في احتياج لأي كارد او اي مبلغ او اي تعامل مع البنوك يبقى عشان كده أنا بستخدم المخازن العمومية وفي نفس الوقت المخازن العمومية بتقدم لي بعض الخدمات دول النقطتين اللي موجودين على المخازن العمومية طب في موضوع التخزين تاني ما أنا ممكن أجد دلوقتي ألاقي نفسي المخزن بتاعي مليان بضاعة أو المخزن بتاعي مفهوش بضاعة أو البضاعة اللي في إليه لها ايه المشكلة في كده ولا مش متابع المخازن ولا في دماغي وشغال عمالي أنت جوا بيع وخلاص ما ليش جعب المخازن قلت لك هنا هنقف للنقطة وهي نتائج عدم مراقبة المخزون نتائج عدم مراقبة المخزون قلنا لو ما رأبتش المخزون ده هيحصل عندي حاجتين أو خطرين أتعرض ليهم الخطر الأولاني وهي زيادة المخزون الخطر الثاني نقص المخزون طب إيه المشكلة مثلا لو المخزون زاد أو المخزون قال تعالي نبص مع بعض ونقول له من شوية إن المخزون لو زاد ده رأس ما العاطل فلوس موجودة جنبي وأنا مش مشغلها مع العالم الفيزيوية شغلتها في مجال الحاجة تانية أو استثمرتها ممكن أنت حقالي ربح بدام ما هي فلوس مركونة وخلاص اتنين ارتفاع تكلفة منولة الأصناف تكلفة المناولة عندي بتكون أعلى ثلاثة احتمال انخفاض الأسعار أنا عمل أخزن عشان على أمل السعر يعلق حصل دروب السعر ينزل يبقى الأسعار بتاعة انخفضت يبقى أنا في المقابل لي خسرت ما كسبتش يبقى احتمال انخفاض الأسعار وبالتالي الخسائر بعد كده ظهور إدارة المنشأة بمظهر الإصراف أمام العاملين أنا كشخص الملال قدامي كده بيخسر ومظهر إصراف عندي عمالي يدفع تكلفة ويدفع عنها لو عمالي يخزن المظهر بتاعي أقولي المنشأة دي ما فيش لها وعي ما عندهاش تخطيط ما فيش لها دراية في عملية التخزين يبقى أنا كده ده نتائج عدم رابط المخزون وقلت لو قالي الأخطار نتيجة الزيادة بتكلم عن نتيجة الزيادة بس طب لو قالك نتيجة النقص إيه الأخطار بقى لو المخزون بتاعي قال لو المخزون عندي قال هيحصل عندي بعض الأخطار وهي أول حاجة عدم رضا العميل طب العميل مش يردى لين العميل بتعود جاي ياخد مني كل يوم السلعة بتاعتي دي فالنهار ده جاي لطولة والله المخزون ما عنديش فاستنيني شوية جاي ياخدها بعدها طب استنيني شوية العميل كده مش هيكون راضي عن المنشأة بتاعتي يبقى المخزون مش موجود عدم رضا العميل طب أنا كشخص عايز أرد العميل أضطر أجيب له السلعة فبقى بها له بتمن غالي فيبقى احتمال دفع أتمان عالي عند الشراء يبقى العميل عدم رضا العميل واحتمال دفع أتمان عالي عند الشراء ثلاثة زيادة تكلفة النقل هو مش هملة الشر المنتج ده أو أجيب المنتج ده أو أبدأ أن تجي واجيبه بالكميات الإليلة دي هيحصل ايه؟ هدفع نقل طب النقل ده مش مكلف مكلف عكسا منقل خمس سلع بلا منقل ميت سلعة الميت سلعة تكلفتهم هي هي الميت جنيه الخمس سلعة تكلفتهم الميت جنيه هي هي يبقى أنا بالتالي لما قسم الميت جنيه على خمس سلعة مزامة السلعة معالمية يبقى تكلفة النقل بتاعت زيادة على الكمية الإليلة بعد كده زيادة تكاليف وعبء الأعمال الحسابية يبقى أنا قلنا السؤال ده من الأسئلة المهمة قوي اللي هي نتائج عدم مراقبة المخزون ونتائج عدم رابط المخزون لو جالي في الامتحان وقال لي ما هي نتائج عدم رابط المخزون وسكت بكتب له الاثنين أقول له أولاً أختار نتيجة زيادة المخزون وقول له ثانياً أختار نتيجة نقص المخزون هل بكتبهم كده وبس؟ لا طبعاً بقول أختار نتيجة زيادة المخزون وتضمن وأقول له بتضمن أربع نقاط وأختار نتيجة نقص المخزون وتضمن أربع نقاط لما لو جاء حدد لي وأخدار نتيجة الزيادة أو نتيجة الناقص بتكلم على الزيادة أو النقص فقط بعد كده قلنا سؤال تاني وهي أبعاد العملية أو الرقابة المخزنية قلنا أبعاد الرقابة المخزنية ثلاث أبعاد وكل بعد منهم بيتضمن نقط معينة يبقى هما ثلاث أبعاد وكل بعد بيشمل نقط معينة لازم أفهم إيه هما الثلاث أبعاد والنقط اللي بيشملهم كل بعد إيه أول بعد من أبعاد الرقابة المخزنية قلنا اللي أنا برائب على مستويات المخزون وما رائب على مستويات المخزون تشمل كم حاجة تشمل واحد الحد الأدنى للمخزون اتنين الحد الأقصى للمخزون تلاتة نقطة إعادة الطلب يبقى ده أول بعد من أبعاد الرقابة المخزنية وهي الرقابة على مستويات المخزون وتشمل تلاتة نقطة قلنا عليهم حد أدنى وحد أقصى للمخزون ونقطة إعادة الطلب في بعد كده رقابة تانية أنا من شوية رقبت على مستويات المخزون لا أراكب على تكلفة المخزون يبقى البعد التالت من أبعاد الرقابة المخزنية وهي الرقابة على تكلفة المخزون وتشمل إيه دي قلنا بتشمل ست نقطة واحد النقل اتنين الضرائب ثلاثة الاستهلاك أربعة التأمين خمسة تكلفة المنولة ستة التسهيلات المخزنية ثالث بعد من الأبعاد عندي وهي طرق صرف المخزون يبقى البعد التلاتة مستويات المخزون تكلفة المخزون صرف المخزون وصرف المخزون دي ممكن يقولك تسعير البضاعة عشان قبل كده قال لهم ما هي طرق تسعير البضاعة الطلب قال له يعني ايه طرق تسعير البضاعة ما نعرفاش هي طرق تسعير البضاعة هي طرق صرف المخزون قلنا فيه تلات طرق عندي الطريقة الاولى طريقة الوارد اولا صادر اولا ودي قلناها ان ايول حاجة بتخشي للمخزن هي اللي بصرفها الاول اتنين طريقة الوارد اخيرا صادر اولا اللي اخر حاجة بتخشي للمخزن هي اللي بصرفها في الاول بعد كده طريقة المتوسط المرجح ننتهل كده على نقطة تانية وهي ما هي خطوات العمل التي تقوم به المخازن الحديثة الخاصة لتجارة الجملة في خطوات عمل ابتدت تتبعها المخازن الحديثة ايه الخطوات اللي بتعملها دي في تجارة الجملة سؤال تاني ما هي خطوات العمل التي تقوم بها المخازن الحديثة الخطوات اللي بتقوم بها المخازن الحديثة الخاصة لتجارة الجملة نبص مع بعض اول خطوة من خطوات الحديثة اللي بتقوم بها المخازن واحد تبدأ عملية التخزين بوصول البضاعة الى مكان التسليم حاجة بديهية وحاجة منطقية البضاعة بتاعتي بداية اول خطوة لها اللي انا بتبدأ بوصول البضاعة الى مكان التسليم اتنين نقل السلع الى المكان المخصص يبقى انا اول اول عندي عملية اللي انا ببدأ عملية التخزين ازاي بوصول البضاعة دي لمكان التسليم وصلتها للمكان التسليم اتنين ابدأ انقل السلع اللي وصلتها للمكان التسليم للمكان المخصص بتاعها تجميع اوامر الشراء في مكان معين واللف والحزم بابدأ انا اشوف عندي كام امر شراء مطلوب مني جا عندي عشر اوامر تسع اوامر عشرين امر الاوامر دي بابدأ اجمعها في مكان معين وابدأ اجمع البضاء بتاعتهم وابدأ اعمل لها عملية لف وحزم بعد كده الارسال الى المكان المخصص للشحن في المنشآت لفت البضاء وعملت لها لف وحزم ابدأ بعد كده اعمل لها عملية ابعتها للمكان المخصص في المنشآت يبقى احنا كده يا جماعة مع بعض لو نستعرض كده النقط بتاعتنا قلنا ده الجزء الاولاني في اعمال الوساطة اللي خاص بالتوزيع المادي وخاص بعمليات التخزين لو افتكرنا كده وجبنا الباب كله على بعضه اللي هو الجزء بتاعت التوزيع المادي وجزء التوزيع عليها اهم نقط اتعرضنا لها ومن الاسئلة المهمة اللي نركز عليها ان اول حاجة لو تفتكروا التوزيع المادي نخلي بالنا بنسبة 90% بيجيلي في سؤال اكمل يقول لي التوزيع المادي هو كافة الانشطة المتصلة بحركة نقط اقول له حركة المنتجات اثناء انتقالها من نقط الى نقط اقول له من المنتج للمستهلك نقطة تانية مهمة ومن الاسئلة المهمة اللي بتجيلي في الجزء ده يقول لي هامش الربح بيكون مرتفع في حالة السلع الميسرة صح او غلط ها لو نفتكر كده مع بعض قلنا لا هامش الربح بيكون منخفض في حالة السلع الميسرة نقطة تانية من الاسئلة اللي بتجيلي في الجزء الاول كله اللي احنا خلصناه مع بعض اللي هو بتاع التوزيع المادة والتخزين يقول لي ما هي انماط النقل يريد كده ابقوا معنا وراء وقلم ونكتب الاسئلة دي ما هي انماط النقل تمام قلنا انماط النقل مع بعض خمس انماط لو تفتكروا عشان ما تضعش من دماغنا قلنا في انماط النقل خمسة اربعة منهم فيهم النقل ووحدة السكة الحديد طب ايه الاربعة النقل قلنا النقل الباري النقل المائي النقل الجوي النقل بالانبيب وبعد كده قلنا السكة الحديد ده لو سألوا وقال لي ما هي انماط النقل الممكنة في سؤال تاني ممكن يقول لي صح او غلط النقل المائي يتميز بالسرعة الفائقة وارتفاع التكلفة اقول له الجملة غلط لان النقل المائي بيكون بطيء وتكلفته اقل اما اللي يتميز بالسرعة الفائقة وارتفاع التكلفته ده النقل الجوي بعد كده ممكن يسألنا السؤال يقول لنا ما هي الحالات التي يتم فيها النقل بالانبيب ما هي الحالات التي يتم فيها النقل بالانبيب تمام نقول له الحالات التي يتم النقل فيها بالانبيب قلنا مع بعض واحد الزيوت الغاز البترول الفحم بعد طحنه ثم خلطه بالمياه يبقى دي الحالات التي يتم فيها النقل بالانبيب ممكن في النقطة برضو تاني يجي لي سؤال اكمل ياريت مع بعض الاسئلة دي نكتبها ونرجع عليها ان شاء الله بتبقى اسئلة الامتحان بيقول لنا يتميز النقل نقط بالسرعة الفائقة وارتفاع تكلفته يتميز النقل نقط بالسرعة الفائقة وارتفاع تكلفته اقول له النقل الجوي بالاضافة الى اسئلة التخزين لو قال لي مصطلح علمي يستخدم الكمبيوتر في انشاء نعم المخازن اقول له المخازن الاوتوماتيكية الى جانب الاسئلة اللي قلناها النهاردة من ضمن اسئلة مهمة ما هي نتائج عدم مرابط المخزون ما هي الخدمات التي تقدمها المخازن العمومية ما هي اسباب استخدام المخازن العمومية واخر سؤال ما هي الظروف التي تحرك الرابة في التخزين بعض الاسئلة اللي قلنا عليها نحاول نرجع للحلقتين ونجاوبهم وان شاء الله ربنا وفقنا وبإذن الله الحق اللي احنا عايزينه ونجيب الخمسين درجة بإذن الله وان شاء الله لقنا الحلقة الجاية على قنوات التوزيع الجزء التاني في اعمال الوساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى